نقطة بداية محتملة لإطلاق حوار لإنهاء الأزمة السياسية في السودان قوى الحرية والتغيير تخفف من موقفها الرافض للدخول في مفاوضات مع المكون العسكري الشريك السابق في الحكم مصادر في التكتل الذي يضم طيفا سياسيا واسعا ومتنوعا ذكرت أنه ليس ضد الحوار بين المدنيين والعسكريين حديث المصادر جاء عقب لقاء ضم ممثلين عن الحرية والتغيير مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية موليفي قوى الحرية والتغيير أبقت على غالبية مطالبها السابقة وتشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم عبدالله حمدوك والعودة إلى الوثيقة الدستورية زيارة المسؤولة الأمريكية تأتي ضمن جهود الوساطة للتقريب بين أطراف الأزمة السودانية وفي نفس التوقيت دخل الاتحاد الإفريقي على خط مساعي وساطة في السودان مفوضية الاتحاد أعلنت أنها ستوفد مبعوثا إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة لتشجيع الأطراف على التوصل إلى حل سياسي جهود مماثلة قامت بها جنوب السودان والجامعة العربية والأمم المتحدة كما أجرى وفدو ترويكا الأوروبية مشاورات مع أطراف الأزمة السودانية وترمي هذه الجهود لتقريب مواقف الطرفين العسكري والمدني في السودان للحوار لإنهاء الأزمة التي تفجرت عقب الإجراءات التي أعلنها عبدالفتاح البرهان في أكتوبر الماضي ويشهد السودان سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات منذ هذا التاريخ للمطالبة بإلغاء هذه الإجراءات وعودة الوضع إلى ما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر